قوات الجيش الوطني تعبر نهم بعد معارك شرسة دامت لأشهر العبور من نهم يعني الوصول إلى مشارف أرحب وما بعد أرحب ليس كما قبلها هذا ما تقوله المعطيات العسكرية والتاريخية فئا فالوصول إلى أرحب يعني سيطرة نارية على ضواحي العاصمة ومطار صنعاء بالإضافة إلى التحولات الميدانية التي ستشهدها المعركة فالجغرافية هنا ليست بنفس تعقيدات وعورة المناطق في نهم وهو ما يعني أنها ستكون عاملا مساعدا في مواصلة التقدم باتجاه معقل الانقلابيين إذن هي ضربة قوية تلقتها الميليشيا في خط الدفاع الأول عن العاصمة فالتقدم هنا يعني الاتجاه نحو حسم المعركة مع الانقلابيين وذلك بالنظر لما تمثله العاصمة من ثقل سياسيا وعسكري للميليشيا ودخولها يعني كسر الانقلاب إن لم يكن إسقاطه محللون يرون أيضا بأن هذا التقدم يعني سقوطا للخطوط الحمراء التي وضعها المجتمع الدولي حول صنعاء طيلة الفترة الماضية وذلك للإبقاء على قدر كبير من حضوظ الميليشيا في التسوية السياسية في حال بقاء العاصمة تحت سيطرتهم وبالنظر إلى ما سبق يبدو بأن الأيام القادمة ستكون أياما حاسمة في معركة صنعاء التي تعتمد بشكل كبير على مدى قدرة قوات الجيش الوطني على مواصلة هذا التقدم أو الحفاظ عليه في أقل الأحوال ترجمة نانسي قنقر